موسيقى الحديث عن الصندوق السيادي بالواقع عم يتم التدول فيه وكأنه للاستهلاك الإعلامي مش لتصويب الأمور صندوق سيادي صح بس هو صندوق استثماري لازم تتوفر أو يتوفر المناخ لاعتماد الصندوق السيادي الاستثماري شو هو المناخ اللي لازم يتوفر اجمالاً منحكي عن صندوق سيادي وقتا بيكون فيه فائد بإرادات الدولة وهالفائد هيدا بدأ الدولة تستعمله بطريقة صح بيتحول هالفائد لصندوق سيادي استثماري وبالواقع المفروض أنه هالاستثمارات هيدا تدعم القطاع الخاص لأنه المستثمر مش الدولة المستثمر هو القطاع الخاص وحياناً تستعمله بعض الدول لإحداث انعطافة بالاقتصاد مثلاً دول المنتجة والمصدرة للنفط عم نتصندوق سيادي استثماري مثل الإمارات حسنت القطاع العقاري حسنت الصناعة عندها اللي درجة الماء مصر استعملت فائد بإراداتها واستثمرته بتحسين الزراعة تحسين القطاع السياحي السعودية قطاع الزراعة والقطاع الصناعي أزرباجيان استعملت إراداتها من البترول وحسنت ووظفته بصندوق سيادي تتحسن من اقتصادها فأولاً بد يكون فيه فائد بالإرادات الشغل الثاني اللي لازم تتوفر حتى تخلق مناخ لها صندوق سيادي استثماري هو إرادات استثنائية أول مرة فكر لبنان بالصندوق السيادي هو وقت اكتشفنا الغاز والنفط وصار في حكي عن صندوق سيادي فهيدي ظروف توفرت بس رجعت ضعت القصة ومعرفنا شو صار فيه وقد نفكر بالصندوق السيادي هاي دي هالأمور كتير ضرورية اليوم نحن وضع أصول الدولة بصندوق وسيادي وباستثماري هل يترى متوفر نحن المناخ تحت نأمن على أصول الدولة بإيد الطبقة السياسية الحالية الجواب على السؤال لا لأنه وضعنا أملاك وأصول الدولة اللبنانية بإيد الطبقة السياسية الحالية وهدرتها ناخد مثل الأملاك البحرية شو صار بالأملاك البحرية الفاسد أعطى امتيازات لا فاسد آخر استفاد من الفساد الموجود بالدولة اللبنانية وشوفوا شو صار باستثمار الأملاك البحرية اللي هي ملك للدولة الكسارات هو مسأل آخر عكيف الدولة عم تستثمر مواردها أصولها وموجوداتها شركات الخلياوي كانت شركات هي كنز دهب ليكوا شو صار فيها وقت الدولة حطت إيد عليها كل هالأمور هايدي كتير ضرورية نشوفها قبل ما نحكي بصندوق سيدي لهالسبب هيدا قبل ما نبلش نحكي بصندوق سيدي وشو ممكن يكون تأثيراته على الاقتصاد اللبناني في شغلة كتير ضرورية لازم تتوفر وهي إصلاحات لازم نحد من الفساد لازم إلغاء الفساد بالخالص الهدر الحوكمة الشفافية الأفصاح المالي بالطريقة الصح اليوم نحنا ما في واحد يعني كتير في علامات استفهام عن شو هي كمية الدهب المتوفرة لدى الدولة اللبنانية يعني لبنان عنده دهب بس كل شوية آخر مرة صار في أحصاءات للدهب الموجودة بلبنان كانت سنة 1993 وبعدنا ناطرين شو هي الأحصاءات الجديدة وقتها بتشوف الأجواء المتوفرة اليوم بالسلطة أو مكونات السلطة السياسية بتلاقوا الحكم على صندوق سيادة استثماري بالموت قبل ما يبدي صندوق استثماري بدوا مشاركة منه القطاع الخاص بدوا مساهمين بدوا طريقة تحتنا نلاقي كيف فينا نحسن من إرادات هالصندوق الاستثماري ونحنا بنعرف بعد التعثر الغير منظم والعشوائي بسبعة آدار 2022 فقدت الدولة اللبنانية من قدرتها على الدخول بالأسواق المالية فاليوم الصندوق الاستثماري مش ممكن يكون متوفر للدولة اللبنانية أو مش ممكن الدولة اللبنانية الفاسدة اللي تعثرت بدون خطة واضحة لعادة هيكلة الدين تكون شركة بصندوق سيادي استثماري وهذا كتير أساسي واليوم الدولة عم بتطيل أمد الأزمة الاقتصادية تحت توفر على حالة من المسئوليات المتوجبة عليها لإصلاح الاقتصاد اللبناني فأنا بعتقد الصندوق الاستثماري اليوم مش الوقت المناسب للحديث عنه أفضل الأوقات بتكون بعد إتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأنه الصندوق النقد الدولي بتجيعتي برأة الذمة للسلطة السياسية بتكون أقرت إصلاحات ونفزتها بتكون بلشت بسياسات ميالية مسؤولة بتكون أتمت إعادة هيكلة السلطة النقدية وبتكون بلشت بخطة واضحة لإنقاذ وتعافي الاقتصاد اللبناني ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة